ترجمة نانسي قنقر فعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز أطور التواصل مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات طبق صندوق العمل تمكين أعلى المعايير ليستحق وبجدار جائزة التمييز في التواصل مع العملاء صندوق العمل تمكين سار وفق خطط ومنهج يضع العملاء في الأولوية ويقدم لهم تجربة استثنائية من خلال التواصل المباشر مع العملاء وبأسرع وقت ممكن هذا وأشهد الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين بعمل الفريق الواحد والتطور المستمر لمنظومة العمل الحكومي وأكد دور صندوق العمل تمكين في توفير مختلف الحلول والبرامج التي تتوفق مع الأولويات الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي للارتقاء بأداء المؤسسات والأفراد وزيادة انتاجيتهم كما أكد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن هذا التكريم يأتي امتداذا لجهود وإنجازات تمكين على مدى الخمسة عشر سنة الماضية في دعم الاقتصاد وتقديم أعلى معايير الخدمات لكافة العملاء حيث استطاع صندوق العمل تمكين خلال السنتين الأخريتين رفع معدل الخدمة ليصل إلى 100% من خلال الرد على جميع الاستفتارات التي يتم تلقيها عبر نظام تواصل قنوات مختلفة تم توفيرها لتسهيل الوصول فتنوعت من الخدمة المباشرة الفعلية إلى الخدمة الافتراضية التي تتم بشكل أسرع وأكثر دقة وكفاءة لتؤكد استمرار تمكين في توجهاتها الاستراتيجية التي تهجف لرفع مستوى رضا العملاء اشتركوا في القناة